وصفة مجربة ازاي تحفظ بيتك من الخلافات من المشاكل ازاي تحافظ على بيتك في طمأنينة وسكينة طريقة مجربة من 3 حاجات حافظ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم 3 افكار جميلة لو قدرت انك تحافظ عليها في بيتك والله هتحمي البيت من الشياطين تحمي البيت من الصراعات من الخلافات يهدى البيت وتبقى العلاقات جميلة بينك وبين مراتك بين العيلة كلها ارجوك ركز في التلاتة دول واحفظهم وحافظ عليهم الطريقة الاولانية الرحمة اطراحهم وجعل بينكم مودة ورحمة المودة الحب مش كل البيوت بيفضل الحب موجود لكن الرحمة لازم تفضل موجودة عشان كده ربنا قال لنا الرحمة الرحمة خاصة بالمرأة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي خليك رحيم بالستات قوي انشر الرحمة انشر الرحمة بلاش الخناء على طول الرحمة رحمة افتكر الكلمة دي وصانا ربنا بالرحمة جوه البيوت دي اقوى وسيلة تحافظ عن البيوت وتطرد الشيطان وتملل بيت ملايكة الطريقة التانية فن التفويت يا عم ما تقفش على كل حاجة يا عم فوت يا عم تعلم ان النبي استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي لما قريش جم قالوله وهما بيتفاوضوا معاه لا ازاي تكتب محمد رسول الله اكتب اسمك واسم ابوك فقال النبي يمحوها يا علي اكتب محمد بن عبد الله البساطة فن التفويت عمر بن الخطاب مراته علت عليها صوته علت صوتها عليه معقوله عمر بن الخطاب يقبل حاجة زي كده ابل ولما الصحابة قالوله ازاي تقبل يا عمر ان مراتك تعالي صوتها قال تحملتني غسلت ثيابي وبسطت منامي تفعل كل ذلك افلا اتحملها اذا رفعت صوتها عمر القوي بيفكر كده فن التفويت ما تتخنقش على زرار قميص ما تتخنقش على ملح زيادة في الاكل ما تتخنقش على الحاجات الصغيرة فوت فوت يحفظ البيت ويزود الرحمة الطريقة التالتة والاخيرة اعبودوا ربنا سوا ايوة على قد ما تعبودوا ربنا سوا مش معناها ان احنا واقفين على السجادة طول النهار لكن اعبودوا ربنا سوا تعالي نذكر ربنا مع بعض تعالي ندعي مع بعض نصلي الصلوات نصحى الفجر نصلي سوا رجلين العربية تعالي نقول مع بعض الحمد لله ونفتكر نعم ربنا يلا اولاد قولوا معنا كلنا الحمد لله الحمد لله طلت طرق تخافز على البيت وتحمي من الخلافات اللهم احفظ بيوتنا وبارك في بيوتنا ونجينا من كل شر امين يا رب العالمين